اهلا وسهلا بكم انا معتز زهيني ودي قناة كتب وسينيما هنتكلم النهاردة عن دين غريب يعني هو دين حسب حكم قضائي في كينيا وفي اماكن بيعتبروه دين واماكن تانية بيعتبروه ان هو قلت او حركة دينية جديدة فهنقول ان هو يعني في نظرنا ان هو قلت ده يعتبر دين بحكم قضائي في كينيا لما كانت بنت عندها 15 سنة عمل شعرها على شكل ضفاير معينة بتميز المجموعة دي او الطائفة دي لسمها الراستفارية تم ترضاه من المدارسة وكده وبعد كده حصلت بقى مواضيع قضائية وتم اعتبار الراستفارية في كينيا ان هي دين وهي حركة اتطورت ونشأت بين الجامريقيين الافرقى في التلاتينات وكان الموضوع اتطور وانتشر وكده بعد ان هي قالوا ان هي نبوءة موجودة في الكتاب المقدس بعض رجال البروتوستانت هم اللي قالوا هذا الكلام وقالوا ان القائد والامبراطور هايلي سلاسي ده اللي هو مسك اسيوبيا في التلاتينات وان يعني تدويجه على هذا العرش ده تحقيق لنبوءة في الكتاب المقدس تقدر الاعداد من 700 الف الى مليون وزي ما قلنا ان هو بتعتبر حركة دينية مش دين ولكن في بعض البلدان يعني تم تصنفها ان هي دين ويمكن من اشهر رموز عندهم المطرب الشهير اللي كلنا عارفينه بوب مارلي وطبعا هو الكلمة نفسها راس تفارية فهي مشتقة من الاسم نفسه واللقب والاسم بتاعة القائد والامبراطور هايلي سلاسي بحيث ان النص الاول راس دي اللي هي بقى يعني بتكون امير والباقي اللي هي راس تفارية يعني باقي الكلمة دي اللي هي من اسم هايلي سلاسي كان فيه ناشط الحقوق السود في جمايكا اسمه ماركوس جارفي فدفت العشرانات ويعني عمل نبوءة كده وقال يا جماعة ان تطلعوا لافريقيا لما يمسك فيها ملك اسود البشرة هيكون الخلاص في متناول ايديكم فبعد بمسك بقى الراجل نفسه اللي هو هايلي سلاسي اللي هو اسمه راس تفاري لان هايلي سلاسي ده اسمه زي ما بيقوله في التعميد فاعتبروا دي بقى علامة عاصدكم النبوءة وان خلاص كده يعني الناس اعتبرتوا ان هو ده كأنه اله وان اسيوبيا ارض المعاد وهايلي سلاسي يعني هو كان زعيم اسيوبيا وزار جمايكا سنة ستة وستين ويعني هو معارضش الموضوع وقال خلاص طالما هم بيقومينوا بيا وكده مفيش مشكلة يعني ايه فرصة بقى الناس يعني بيعتبروني اله وبتاع فقال تمام وبدأ بقى يشاور لهم وكده وكان من الناس اللي بيستقبلوه هي زوجة بوب مارلي وهي وزوجها بعد كده دخلوا في الطائفة الرس تفارية وبعد كده انتقلت بقى مجموعة على اسيوبيا ودهم هايلي سلاسي يعني قطعة ارض وقعدوا فيها وكده وبعد ما الراجل مات فاستغربوا قالوا ايه ده هو ازاي الاله بيموت يعني يعني ازاي الراجل يموت هو رمز الدين بتاعنا وبيعتبروه اله بعضهم يعني بيعتبروا اله فقالوا اه ده خلاص الجميع فصروها قالوا ان اللي مات يعني هو الجسد الارضي يعني نقولها تصريفة كده عشان يكملوا فيه مقتقدته الرس تفاري يعني بيدي للكتاب المقدس الانجيل مكانة خاصة ويعني فيه قواصم مشتركة بينه وبين المسيحية ولكن هو بيؤمن ان الكتاب المقدس الكتب في الاصل باللغة الاسيوبية وان هو يعني تم تحريفه عشان ما يديش الحقوق الكاملة للأفارقة السود فطبعا يعني هو فيه اختلافات كبيرة وهم شايفينه بطريقة مختلفة تماما وبيؤمنوا باله اسمه جا وجا ده المفروض ان هو يعني بيقولك ان هو جوه كل بشر عندهم فكرة ان الله هو الانسان والانسان هو الله وبيعتبروا حسب بقى معتقدات المسيحيين يعني هم بيعتقدوا ان يسوع ما كانش ابيض البشرة هو كان لونه اسود ولكن تم تحريف الكلام ده دعاء المسيحيين بقى اللي نقلوا مثلا اوصافه كده وقالك لا ده كانوا بيجذبوا هو الرجل ده ما كانش ابيض والحاجة كان اسود البشرة زي الأفارقة وكان فيه اختلافات بقى بعد كده على موضوع هايلي سلاسل اللي هو زعيم أسيوبيا الناس تقول لا يعني اله والناس تقول لا هو مش اله ولا حاجة يا جماعة ده هو تكسيد لتعليم يسوع وانه هو رسول او مبعوث لله ولكن مش اله فيعني كان ده المبقاشات والاختلافات والمجادلة الغريبة اللي بينهم كانوا معتقدين ان يوم الايامة هيكون سنة 2000 طبعا بقى ما حصلش كانت انه بوقات الخطئة المشهورة كانوا بيعتقدوا لسنة 2000 هو يوم الايامة وان البيض البشرة هيقضوا على نفسهم واللي هيحكم بعد كده العالم كان مفروض السود كمان ما بيؤمنوش بحاجة اسمها يعني الحياة بعد الموت وكده وان الانسان ممكن يعيش حياة أبادية كمان عندهم حاجة اسمها الوسيطين العظيمتين هي حب الله وحب الجار ومن تقصهم ان هما بيشربوا المريجوانا والحشيش ومش بس كده ده بيحطوا الحشيش في الشاي ويشربوه فبعد ما كانوا بيقدموا الصلاة الى جاء او جاء الاله بتاعهم بعد كده بيحششوا على طول ولهم طريقة كده معقدة معينة في الضفاير بقى بتاعت شعرهم وكانوا اصلا بيربوا شعرهم ودأنهم وكده تقليدا بقى له هايلي السلاسي اللي هو كان زعيم اسيوبيا من الحاجات اللي بتجنبوها لحم الخنزير والكشريات وبعض منهم بيكون طبعا نباتي تماما بتجنبوا كمان على الاكل السكر والملح وما بيشربوش مثلا الكحول ولا السجير اللي هي العادية ولكن هم ما بيشربو المرجوانا والحشيش ولكن السجير بشكلها هي ممنوعة هي والكحول وكمان بيمتنعوا عن الالبان والقهوة وحاجة غريبة جدا في السمك بيقولك ما يزيتش طول السمكة عن اتناشر بوصة والالوان المميزة لهم بتشمل يعني عدد من الحاجات سواء جزء منها من العالم الاسيوبي وجزء بيمثل عن بيتكلم عن الصروة الافريقية الدهب يعني وكده وجزء تاني عن بيرمز للارض والطبيعة فهي الوان متنوعة كل حاجة منها بتدل على شيء معين وخبراء الأديان وكده بيقولوا ان هم اصلا ما عندهمش عقيدة معينة ثابتة يعني ملهمش حد معين قائد ليهم او كهنة او كده ولكن بيحترموا ناس معينة كبار في السن بيعتبر بقى هم اللي بيعملوا الاجتماعات والمناقشات وكده ولكن بيكون جواهم ايمان ان هم ما عندهمش عقيدة ثابتة وده كانت نبزة عن الديانة الرستفرية اللي هي بتعتبر قلت يعني انت هتشوفه قلت او حركة دينية جديدة حسب تصنيفه ولكن في بعض الدول المحاكم بقى اي قالت لا ده خلاص هندي الحق لاصحابه اللي هم المجموع اللي بتؤمن بهذه الاشياء وكده ونعتبره ليهم ان هو دين فبعض الدول هو ان هو دين ولكن هنقول ان هي طائفة وهنسميها قلت واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات القادمة ومع السلام